يعطيكم العافية كيفكم؟ بتمنى تكونوا بألف خير يا ماما نحنا خلصنا درس الحاكوريا ونلخصنا مبارح لازم نحفظ انه الكاتبة هي هند أبو الشار باحثة وكاتبة أردنية وليدت في عجلان لها مجموعات خصصية شقوق في كف خضرة والحصان وعندما تصبح الذاكرة وطن ومرشاة عسكرية الذي أخذت منه النص طبعا هدو الحفظ نيزي للمعجم الدلالي أكيد حفظ طب نيزي لأول سؤال استخرج من النص الكلمات التي تدل على المعاني الآتية يقطع يجتاز متتابعة متتالية الممر المنفذ أتعبنا أرهاقنا وتنام بمعنى تغفو نستنتج معنا مع تحته خط نصية يشغلني كل شيء في بيت الجدة يجذبني انتباهي بيخليني أفكر في زيادة إلى آخره لا تتوقف أسئلتنا المنهمرة أي المتتابعة تنشقنا مع الرائحة جذور الشتينة أي شممنا عد إلى أحد المعاجم وتعرف معنا كل من الكلمات التالية يحث يرشد أو يطلب ترتعد تخاف العطيق القديم طبعا الفهم التحليل ورد في الفقر الأولى ما يدل على شوق الأبناء إلى جدتهم حدد عبارتين دالتين على ذلك أولي شيء تصابق الأبناء إلى بيتها ومناداتهم على الجدة بصوت عالي ما الذي أثار قلق الأب أنه لم يسمع صوت الجدة كيف استدل الجميع على مكان الجدة حين شاهدوا صوصا يأتي من الحاكورة فتتابع خطاه تمام ماذا حدث حين اكتشفوا مكانها تصابق الأطفال إليها وارتمت البنت على حضن الجدة على ما تدل غفوة الجدة على تراب الحاكورة على التساق الإنسان بالأرض وعدم التفريط بهذه الأرض يعني جدا الأرض مهمة ما الذي رجته البنت من جدتها لما ترجتها بآخر فقرة أن تتركها تنام على تراب الحاكورة جاء في القصة أن الأم ترتعد خوفا على أبنائها يعني تخاف بشدة على أبنائها متى يكون ذلك حين تحضر الجدة الماء من وين من البئر ما رعيك في موقف الأم موقف سليم لأن كل أم تخاف على أطفالها تمام يعني ما بتحب أو الأم لا مستحيل أن تشوف طفلها واقع في خطر أو صيبه مكروه لا سمح الله فستتمنى أن يصيبها هي المكروه لأطفالها أذكر بعض الأشياء التي تجتذب النظر من يراها في بيت الجدة في عنا العقود الخزانة الخشبية المكتبة الخشبية إلى آخره وضح الصورة الفنية وضح الصورة الفنية يعني شبه الشاعر أو الكاتب كذا بكذا ولا تتوقف أسئلتنا المنهمرة على رأس الجدة شبه الأسئلة بالأمطار الغزيرة المنهمرة تمام؟ أذكر أربعة مظاهر بيئية الريفية الوالدة في القصة عندنا شجرة التين، البيئر، الديجاج، السلسان هذا بدلنا على البيئة الريفية طيب اقترح عنوان آخر مناسب للقصة انت حر، أنا كتبت منزل الجدة أو المنزل القديم إلى آخره تمام، هيك أنا بكون خلصت المعجم والدلالة والفهم والتحليل يومت الأحد بإذن الله تعالى رح ناخد مراجعة تاملة وإن شاء الله تعالى رح يومت الأتنين نشرح قصيدة في ملعب كرة القدم بتمنى تكونوا بألف خير وعط لي سعيدة للجميع الله يسعدكم باي باي